موسيقى مشاهدنا الكرام أهلا وسهلا فيكم بالحلقة رقم 12 من برنامج فرنستوك الموسم الثاني قرر بيخلص بس الحلوة ببرنامجنا أنه عم نتلاقى كتير رسائل دعم بتأكد حضوركم ومحبتكم لهالبرنامج وهذا الشي نحن نشكر ربنا عليه ومنشكركم أنتو كمان عليه اليوم بحلقتنا حبينها تكون حلقة مبنية على القيم وبيصرنا بالصفحة الأولى أنه نستضيف تانية ثابت حضرتك رئيس جامعية بليف ورح نحكي نحن وحضرتك اليوم عن دور العيلة بالتربية على المواطنة والديمقراطية صحيح موضوع كتير حلو موضوع كتير كبير بده جلسات وجلسات هني بلشوا بجلسة الحوار عليه ولكن نحن اليوم رح نعمل له إحاطة مبدئية أنت لقى من دور العيلة وحضرتك الخبيرة والضليعة بهيدا المجال شرفت برنامجنا وأهلا وسهلا فيك مرسي صباح الخير فادي وصباح الخير لكل جمهور مريم تي في سؤالنا الأول لقليك شو هي المواطنة وشو منعنا بالقيم والتعليم القيم الديمقراطية تأنطلق لإشرح مفهوم المواطنة لازم نعرف من هو المواطن بالدرجة الأولى مواطن هو كل شخص انتسب لبقعة جغرافية معينة وما بتنتهي هون لأنه هون الضرر لبسير ما بينسى أنه كمان في جماعة تانية أشخاص تانين متشارك هو وياهون هاي البقعة الجغرافية يلي اسمها وطن فكرة لقاله صحيح صحيح مشن هيك هون اللغة بسير منقسم ضمن اثنين كاتيجوري من المواطنين مواطن شغلته بس يروح يصوت ينتخب تخلص مهمته هون مواطنين تبع الدول المتطورة وقتها منصير أبعد من هيك بيصير في القيم الديمقراطية فيتة بقلب المواطنين يلي هي مشاركة يلي هي إعطاء الرأي يلي هي حرية التعبير يلي هي إرادة التغيير يلي هي كل القيم يلي بنقدر نمارسها كديمقراطيين أنا بدي أكد مع حضرتك على اللي أنت عم تقولي يعني هو أغلبية اللبنانيين صاروا بسهولة العالمي وكلنا بعتقد سفرنا وشوفنا الأغرب واللي كلنا بنتساءلوا هيدا الموضوع أنه لي برا صاروا بهيدا الموضوع أكتر منها بعتقد الأساسي اللي عم تنطلق منه حضرتك بموضوعك واللي عم تشتغلي علي على صعيد الوطن ومشكورة أكيد هو التربية على هيدا الموضوع صحيح لأنه بدا تكون التربية أساس ليعرف المواطن شو شغلته بيعمل كمواطن وبتعرف كتير أوقات من خربة يعني بين قصة مفهوم الوطن ومفهوم الدولة ومشان هيك مصير نربط أنا ما في يعيش هون بدي وطن تاني ما فيك تكون عندك وطن تاني الوطن هو شعور هالوطن يلي مربوط جسمك فيه بطريقة ما عبر التاريخ عبر العصور عبر جدودك عبر كأنه مثلا حضرتك من وين فادي أنا من الجبل من الجبل وقت تقول الجبل بيعنيلي بيعنيليك كتير وحتى البسط والفرح اللي فيك بيظهر ضغري على وجهك نحنا هيك وقتا يقوله وطننا لازم يكون هيك شوش شعور فرحنا مثلا أنا من دار الأحمر وقتا اسمع دبكة معني ما ربيد فوق ما طلعت لفوق ما شفت فوق وقتا اسمع دبكة أو حيالة غنية خاصة أو تراث خاص بهذه المنطقة حس هيك بقلبي عن جد عم بينبض هيدا هو الشعور بالوطن إنك تكون منتمي لأرض تعطيك وتعطيها بينما الدولة هي طريقة إدارة هيدا الوطن وهون فينا نظاهر مفهومين إنه فيك يكون عندك دولة بلا وطن في عنا بالعالم نزبوط مثلا مثلا على هيدا الشيء وبينما أوقات في دولة وطن مش قادر تبني على دورة هيدا بيخلي شوي المواطنين ينفروا من مفهوم الوطن ويخلطوه مع قصة الدولة ويروحوا يفتشوا عن وطن بديل وهيدا هو اللي ما فينا نخليش سير لازم نبلش بالتربية على المواطن وما نتأخر فيها من نحن وصغار يعني أكيد من نحن وصغار والأساس هو العائلة والثقافية اللي بنمنية عن الوطن بقلب العائلة في أوقات تقنيات منستعملها بقلب العائلة ما بتكون قيم ديمقراطية بتأثر على مفهومي وكيف أنا أضخ لوائع وما أقبل غير فيه ما يكحق بيخلال تحضيرنا للحلقة يعني نحن عبانا كمان شارك المشاهدين بهذا الموضوع التأين على نفس الفكرة أنه أنه موضوع الديمقراطية أو المواطنة بشكل عام بده يبلش من العائلة من هناك خلينا نقول الغرب بيبلش من هني وصغار يربوه على أنه يقبل الآخر ويحترم الآخر ورأي الآخر صحيح وكل هالأمور هايدي اللي هي بتأثر بس أنا بدي بدي أنطلق كمان لا تنقول لعائلتنا اللبنانية لا يصرنا أكتر بحاجة لمفهوم المواطنة هلأ به هالعالم الكبير يا غايدة أبدي شوي كمان أردك هيدا الأصل كتير بيشتغل عليه للثقافية اللي نحن منفوتها لقلب ولادنا بقلب العائلة نحن عنا سقافة الشاطر بشتارته يعني هول أمتال اللبنانية نبني عليها يعني شو عم بربئ ابني وقت قوله الشاطر بشتارته يا ماما زبت حالك زبت حالك شو يعني زبت حالك أو أوقات بخدب غير إطار إنه ابني مش شاطر ما بيعرفي زبت حالو مش حربوق بينما خيو حربوق شو يعني يعني شخص بيقدر يفوت بمنظومة فساد مئة بالمئة مؤهل وعنده الزكة الكافلة يقدر يفوت فيها بينما ابن الثاني مش قادر يفوت بها المنظومة وبيطلع هو لضعيف قدام الشخص يلي قادر يفهم هالمنظومة الفساد ويدبر حالو فيها أو حتى السلطة بين السلطة يلي هني لحيعتبرون الأهل وبين الولاد وط صوتك وط عيونك أنا وعم بيحكي معك ممنوع عبر عن رأيك ممنوع قول شو بد بقلب العين لأنه في شخص بدو يقرر لي بينما الحوار وطريقة التفاهم على الأشياء وإن إسمع النيدز أو الاحتياجات تبع ابني وحطهم ضمن رزنامة نشاطات يلي بدأ أعملها هاي دي بعد ما أنا موجودة أو موجودة بشكل كتير خفيف بنرجع مننتقل لمطرح تاني العائلة ده تصب كمانا بقلب المدارس بالمدارس حتى هلأ عنا ضعف شوي بقصة التربية المدنية أو هي ساعة تسلية أو ساعة ما عم تأخذ على عم ما عمدها الإيميل مطلوب منها بينما تنبني وطن أساس لازم نعرف أن نربي المواطن على أنه أنت كرامتك لازم تكون محفوظة هي أبعد من أنك بس تكبر تصير عمرك 18 تصير عمر 18 أو 21 روح انتخب لأ هي أنك تعرف تتقبل الآخر تعرف تتقبل المرأة أول إذا في عيال بعد بقتها تجيون بنت ممكن بيطلعوا بيقولوا تطلعوا أنه بنت بعده آي بعده أنه هو الولد الصبي صحيح يعني التفرقة مش بس أنه أقبل الثاني المختلف بفكره مختلف بلونه مختلف بأفكاره مختلف بإنتماءه بعدني مش عم بتقبل أختي اللي هي أنه هي بنت لأنه هي بات قوم تعمل للصند ويشيب تفتح للباب بعد ما بهذا المطرح لازم نرجع بما أنه الأهل ما عم يقدروا كتير يكونوا موجودين بها المطرح لازم المدرسة تلعب الدور الأساسي بهذا المجال أكيد برأيك ما في محاولات بلشة تصير أحسنة شوية في محاولات وفي محاولات جدية وفي مدارس أخذة على عتقة وحتى في أهال وفي عيال حتى جمعيات مثل الكلام يشتغل فيها بالمستوى الأكبر شوية من المدارس في الجامعات كمانا وأنا هوني بطلب أنه يكون بكل المطارح في شيء اسمه ثقافة سياسية ثقافة اقتصادية ثقافة عن حقوق الإنسان مواطنية بشكل جامع لأن بعضنا في لبنان وقتا نقول مواطني قاملك تحكي عن سياسة شي بخوف ما بيفوت فيها ما وقتا نفوت فيها بالعلم ونفوت فيها بطريقة كيف فكر بشكل نقدي وكيف حل التصرفات عم بتتير وكيف أعرف أعمل خطط إنمائية كيف أقدر أنا كشخص فوت بمجال البلدة تنموة بفوت بمجال وأنجي تقدر تشتغل على تغيير واقع معين كون هون باللاشة تصير إفهم شوي كيف تطور السياسة وكيف تطور بلدي ودولتي ووصلها لمطرح تصير عن جد برأيك التربية الغرب لأولادهم أو لعيالهم على الخدمة أو التطوع أو خليني أقول مثل عنه أن الخدمة الاجتماعية بمجال معين عم بتساعدون على هلأني اكتسبوها بس أنه على تطوير هيدا المفهوم وبالوقت اللي نحن بعد فكرة التطوع اللي هي مربوطة أنه هي منع حرب أو هيدا يمكن يكونوا أنه هيدا وقت عم تبايعه ما عم تطلع فيه مساري ما عم تطلع فيه مساري ولكن المبدأ منه هون مزبوط حتى اللي سكن بالغرب فترات معين بيعرف أنه هن هالقيم هيدا عندهم أساسية لدرجة ممنوعة المساس فيها يعني بيخبروا عن بعد الحرب العالمية الثانية بألمانيا كانوا عم يخدوا خبز إذا واحد يقطع عنهم قالوا له خسرنا بلدنا بس ما خسرنا كرامتنا والمواطنية اللي عنا بينما نحن بتشوفي بتشوفي على الطريق ممكن على 20 متر بيضي يقطع عنك وبترجع بتلتقى أنت وياه على نفس على نفس الإشارة هودا كلهم العيلة تربية العيلة بهذا المجال أدى إلى أهميتها وخلينا ننطلق من كيف القصص اللي بيبنى عليها كيف بدي أنا بلش أزرع هالقيم الديمقراطية هول القيم أول شي بحب أول شي بحب أول إنه نحن كالبنانية عنا يهن شوي بالفترة نحن منحب ساعد إذا نشوف حدا عم يقطع الطريق منروح منحب نساعده هلأ عم نروح شوي سوبل فردية وهيدا شي الخطر يلي عالميا عم بيفوته فيه لانديفديوليسم يعني أنا مهم زبّت حالي وخاصة عم بتساعد هالشغل التكنولوجيا أو السمارت فونس بقعد معي ومع نفسي بطلت مع الآخر بطلت مع الآخر منه موجود بس أكيد دور العيل كتير أساسي ومن شين هيك في كتير عيال وبتفوت مثلا أولادة على جماعات وهدي الجماعة كمان مثل الكشفية مثل جماعات صلا مثل كلابز نوادة رياضية وهون كمان بتبلش الواحد يتعلم لأنه في آخر عم بيحكي عن الحرية وحبيت مشهد آلة المهندس ريمون ناضر سمعتوا عم بيحكي عن شغلة أنه نحنا كأنه عم ندق كلنا سينفوني حسبوا نحنا كأنه عم بيحكي عن الحرية بس أنا عم ترجمة على المواطني في شفت أوركاستر في حدا قائد كل واحد عنده دوره بهالمجتمع وكل واحد عنده قائلة عم بيدقها وعم بيعزفها حيالة حدا عزف براتها مش هو يعني مش لأنه شخص هو اللي اختار يكون برات هيدا المنظومة نحنا إذا بنا نبني وطن عن جد لازم كلنا يكون عم نلعب دور يلي بإمكاننا نلعبه كرميل نجسد القيم الديمقراطية وكرامة الإنسان بقلب وطننا طيب كيف بدأتعلم هيدا العيلة كبول الآخر خلينا نحكي على كبول الآخر قلت اللون والتمييز الجندري اللي بيبلقش من العيلة اللي بنا نية عنا ما في شك ونرجع منقول للمشاهدين كلهم أنه عم نتغير شوي يبلش دوادر التغير أنه يصير موجوده هذا دليل جميل وإجابة ولكن كيف ما نعلم هالولد هيدا على قبول الشخص الآخر لك ما في بقى علم لازم لأنه في كتير في أشياء بتحول لمهارات ورسوليكيات ما في بس تكون بالمعرفة يعني الأهل لازم يجسدوا هيدا يكونوا هني المطل وبتعرف نحنا عنا عنصر أجان يعني عنصر تالت موجود معنا بالعيلة صار وهيدا كمان مش موجود بولا ايتود سوسيولوجيك بعد أنه أعرف حلل إذا في شخص دايما في الخادمة أو البنتي اللي بتشتغل معنا دورة مش ملحوظة بولا مطرح بالعالم كيف نشتغل عم تاخد كل المسئوليات بنفس الوقت لأ هي ممنوعة تنزل على البسين لأ هي ممنوعة تكل معنا لأ هي منروح للمطعم اللي إيش هالشخص قاعد على جنب ما هيدولي كيف عم يعني حسوب أنا قاعد أنا وليدي عم بعلمون وهالشخص قاعد على جنب عفوا قد ما قدرت أعطي ملح تزبط لأنه هي صفر قاتر هي أنا كيف بجسد هدي القيم فيي بنقلها لأولادي مش كيف أنا بكون عم ثلاثة ربع تلميذ عادة بلوموا الأسادزة إنه لك بيحكينا شي وبعد شوية بتصرف شي تاني ما الأطفال أو الليجان الشباب بيقدروا يقشعوا أنت مين قبل ما يسمعوك تغيرنا هيدا ما أنا نقوله أنه أنه الوضع العالمي والتكنولوجيا وبطلنا بطل فينا ننقارب المواضيع إلا من منظار كتير جليد صحيح بعدين إذا الأهل ما سمعوا لأولادهم كيف بدون يخبرون أنه هن لازم يسمعوا غيرهم كيف بدون يظهروا مشاكل وكيف بدون يحطك بموقعك المزبوط أنت فيك تاخد قرار هون يعني بعدين عم بقلك ببلدك أنت ما فيك تاخد قرار في سلطة تاخد القرار عنك يعني أنا بأي إطار بحط ابني هو اللي حيكون هيك بالمستقبل طيب وكيف حكينا عن المواطنية بهذا المجال تربية بالمواطنية هذا كثير أساسي ونحن نكون المثل لهم لأن الأولاد مثل ما نشوفه على التفيه هنا مثل ما بيشوفه هنا متصرف بيتصرفوا هنا صحيح بس على القصص الديمقراطية يعني بنا نعمل في العائلة على موضوع معين هو الحوار هو أساس بالناء الحوار وعرف شو تفكيرتك بلك فكرتك حتى لو أنا ضد فكرتك بقدر ناقشك بفكرتك مش إذا فكرتك ما بتسوي يعني أنت شخص عاطل أنت شخص لازم حطك بالكوان بالمعنى لازم قاصصك لازم أو ضهرك أو بدك بالرغم من عنك تمشي بفكرتي مش مطر إشرح لك إيها وقتا شي لك أنا أنت ما بعتبرك عندك كرامتك كإنسان ولا حقك بالتفكير يعني أنا عم بلغيك أنت منك موجود هذا الشخص اللي حيكون ملغى بعدين بقلب مجتمعه لحيقول ما هيك عم بيعملوا فينا نقبل مش بس نقبل حتى مني مبسوط بس إنه ما في أعمل شي لأ فيك تعمل شي وفيك تساهم ببناء وطن وفيك تتغير زهنيتك أول شي بالتعاطي وتشتغل على تجسيد القيم الديمقراطية على القليل بلش بمحيطك بحياتك حتى بينك وبين نفسك عم تحكي شي سمعه سمع نفسك شو عم بتقول ورجع طلعه بطريقة communication الغضب اللي فيك حوله la communication معينة جرب تواصل مع التاني تعرف عليه أكتر كون حر بتفكيرك يعني الحرية من أجل مش من شي كرميل شي هلأ البي والأم يعني بدوني وقت بدوني يجو بدوني عم تطلبه حوار حوار أكيد عم بطلب حوار عم بطلب جلسات تعارف عم بطلب أو قاد في قرارات فيهم أن الولاد ياخدوا هذا اللي بدي أسألك كيف التحديد هل يشارك الولد في القرار أكيد مع حتى هلأ كل المنظمات العالمية الخاصة بالشبيبة ما أنهم عم بيجيبوا الراشدين يلي تعلموا بس عم بيضموا لهالمجموعة ناس منها الشبيبة أو من الأطفال يعطوا رأيهم هن كيف بيحب يكونوا موجودين لأنه مشاركة هالعنصر المشاركة هو قيمة ديمقراطية أساسية مش بس لتكون موجودة كرميل تكون فعالة تكون فيه انتاجية بهالبلد أو حتى بقلب عائلة أو متناغمة عائلة فيها أرمونية أكيد لازم يكون موجود رأيه أو قاد أو قاد ببعض الأشياء لازم أكيد الأهل وخاصة وقتا يكون عندنا ظرف ما منقدر نشارك كثير بس لازم نطلع خليهم يطلعوا على شو عم نفكر وكيف عم نفكر ولوين رايحين نشرح له أكيد التكنولوجيا ساعدت أو ضرت يعني لا التكنولوجيا صراحة فوتت لنا مفاهيم ديمقراطية عند الكل يعني صراحة الكل أكيد لأنه يشوفوا المفاهيم مئة بالمئة بس حتى على السوشال ميديا عم بيتم في شي اسمه البوليينج أو الانتميداسيون يعني أنا رأيه ما بيعجبني ببقى تنمر ببلش نكتب عبارات خالية أو قاية من القيم أو بتعبر عن أنا أشمق زيزة من الآخر أو أنا رفضتك وحتى شكلك من أنه عجبني بقدركون كثير صراحة لدرجة بحس حالي أنه ما حدا أسمعني أو أشعني يعني في شغلتين في أشياء كثير تجينا من ورا هالسوشال ميديا أو هالتكنولوجيا وفي أشياء كمان سلبية لأنه بتبين الإنسان على حقيقتهم مظبوطة ويعرف وهون المسؤولية الاجتماعية للعيال والأهالي أنه ينتبه أولادهم شو عم بيكتبوا لأنه الولد أو المراهج بفترة معينة بيكون كثير محمس وبدو هو يحمل القضية ويمشي فيها وإيام وهيدا صار في حضور وصار في إيتيكات للإنترنت يعني بشكل خاص يعني هيدا حقا كمان يمكن صحيح بس أنه نشتغل على الصفور أنا كتير بشدد أنه الأهل يلي بدون أولادهم ما بحس في أهل موجودين هالقيم كتير فيهم وعم بيشتغلوا عليهم يمكن قوات لا إراديا مش عارفين أنه هذا شيء فاق دينه لأنه نحن ضمن موجة وماشية بس إذا لو عندهم هيدور بيقدر ينقلوها لأولادهم بسهولة أكتر من أنه أقعد وعلمك بيها بالمعرفة نقنق النصيحة الأخيرة كتير مهم النصيحة الأخيرة تكون أنه ما تخافوا من شيء اسمه ثقافة سياسية ما تخافوا شيء اسمه ثقافة اقتصادية مش إنه هيدا شيء ما بيسوا نفوت فيه خاصة بلبنان عنا شوية بخافوا بخافوا حقهم لأنه أوقات عن جد بيصير في ضغط من قبل لحسب شخص عنده انتماء سياسي معين وشخص تاني بيوظيفة معين بيصير يحرتق ع بعض أو يظهروا لأبن خيفان عليه بس إنه الثقافة السياسية هالفكر النقدي هي أعرف حلل بطريقة مظبوطة هي أعرف عالميا عفوا شو عم بيصير لأقدر حل الواقع معين وحل نزاع عم بيصير بمحيطة بقى أكيد تشجيع كتير كبير لنبلش نربع المواطني وحتى بالمدارس ثقافة سياسية عميئة تقدر تخلينا بعدنا يكون لدينا ليدرس بقلمجتمعنا قدرين يوصلونا حلقات وحلقات جربنا نعملوا هيك إحاطة حلوة معك اليوم وأكيد نجحنا بوجودك مانا نشكرك على دعمك مانا نشكرك كمان على المعرفة اللي عم تحول تطلقيها بالمجتمع ونشدد على كيف يقولوا هيك على جهودك بهذا المجال مرسي فادي مرسي كتير مرسي لكم مرسي بكم مشاهدينا الكرام رح نبقى هلأ مع بريك ومن بعدها صفحة ثانية من برنمج هرنس طول